من منطلق حرص الجامعة الأمريكية في الشارقة على الاحتفاء بخريجها نظمت إدارة الجامعة حفل إفطار للطلبة المتوقع تخرجهم وهم طلبة فصل الربيع لعام 2018 وخلال الحفل هنأ الدكتور بيوران شيرفي مدير الجامعة الخريجين على ما بذلوه من جهد وأتمنى لهم تحقيق العديد من الإنجازات مؤكدا أن الجامعة فخورة بهم إنها مناسبة كبيرة ومدششة حقا تشهدها الجامعة الأمريكية في الشارقة عمادة شؤون الطلاب وإدارة الجامعة نظمت اليوم إفطارا لأكثر من ستمائة خريج وخرجة من طلبة الجامعة بمشاركة أكثر من خمسمائة شخص تزامنا مع هذه المناسبة العظيمة التي تشهدها الجامعة الكل مستعد لحدث الغد الكبير وتخريج أكثر من ستمائة طالب وطالبة في الجامعة عند العاشر مساء بقاعة المدينة الجامعية أعبر عن شكري وامتناني لصاحب السموحة كمشارقة شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رئيس الجامعة على اهتمامه ودعمه المتواصل لمسيرة الجامعة وكذلك اهتمامه بأبنائه الخرجين ترجمة نانسي قنقر